هنروح لحاجة حلوة أحمد جمال ده طفل عنده 11 سنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بأنه يحفظ القرآن الكريم كاملا بيحصل على المركز الثاني فيه البطولة العالمية للقرآن الكريم وده اللي خل المعد الأزهري يتبع لقريته يقرمه ويقيم له احتفالية كبيرة إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وسط أجواء احتفالية تنب المعهد الأزهري التابع لقرية منشية الكردي بمركز كفر الزياد في محافظة الغربية تم تكريم الطفل أحمد جمال الحاصل على المركز الثاني في المصابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم أولا أحمد اتولد زي ما انت شايفه كفيف ولفنا به كتير على الدكاترة سواء هنا في مصر أو في الطنطة أو في اسكندرية أو في المنصورة لدرجة أن احنا صفرنا الورق بتاعه براه أحمد عنده دمور في العصب ولكن بفضل الله ربنا عز وجل ربنا منع أحمد بحفظ القرآن الكريم وأحمد بدأ في سن الرابع من عمره وختمه في سن الخامسة من عمره اتجهنا بعد كده للقراءات وقدمت له في معد القراءات بطنطة هو حاليا في أولى عالية في معد القراءات بطنطة ومع بردك الدراسة في المعد الأزهري هنا وأحمد بفضل الله ربنا منع عليه وختم القرآن بالعشر قراءات كاملة أولا صفيت هنا في طنطة وبعدين الساعات في مصر صفيت هناك ثلاثة واربع مرات والنتيجة كسبتها المركز الثاني على مستوى العالم شارك في حفل تكريم الطفل أحمد جمال رئيس مدينة كفر الزيات وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة الأزهرية أسرة المعهد لحرصة كل الحرص أن تساعد أحد أبناه حتى حصل على هذا المركز وكان فخرا لقرية منشية الكوردي ولمحافظة الغربية نتبنت أحمد من سن ثلاث سنين حافظ القرآن وهو عنده خمس سنين راجعته معاه كذا مرة الشيخ أحمد فخر للبلدنا كلها وللعالم طبعا من السنة اللي فاتت في ليلة الجد الرئيس السيسي تفضل مشكورا وقرم الشيخ أحمد وداله جائزة من جيبه الخاص عشر تلاب جنيه أسرة الطفل رحبت بالتكريم وطالب والده بضرورة الاهتمام بحفظة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية متمنيا مقابلة شيخ الأزهر